موسيقى فماذا نتعلم من هذه النبوات؟ نشوف أولا سيادة الله المطلقة الله هو سيد الأحداث والتاريخ والتاريخ كله بيسير من البداية إلى النهاية بخطة محكمة منسجمة لخير الإنسان ثانيا كل شيء كان بيتحرك بمصار إلهي وبتخطيط إلهي ما في الشيء طلع عن أي مصار شيء ثالث النبوات بتركز على مركزية وعلى محورية الرسالة هو المسيح رسالة الفداء من العهد القديم إلى العهد الجديد أيضا هذه النبوات تظهر تفوق المسيح ولهوت يسوع المسيح ولسيما في النبي إشعياء والنبي ميخا بيتكلم عن أزلية المسيح وأنه إله قدير هذا المسيح الذي يولد في مل الزمان ثم هذه النبوات تظهر لنا الصدق وعصمة الكلمة أنه لا تحوير ولا تغيير لكن كل الكلمة وكل المخطط بيسير بخطة إلهية أنه يولد مثلا من عذراء يولد في بيت لحم وأنه سيكون نبي مثل موسى وأنه يصنع الآيات والمعجزات وأنه سوف يأتي بالفداء العظيم وهكذا نبوات لكن في نبوات خاصة عن صلب وألام يسوع المسيح مزمور 22 بيصور صورة كاملة لألام المسيح مبتدئا إلهي إلهي لماذا تركتني في نفس المزمور بيتكلم ثقبوا يدي ورجلي والصلب لم تكن طريقة يهودية إنها طريقة رومانية اقتسموا على ثيابي وهكذا في سفر المزمير بيتكلم أنه عظمه لا يكسر في نبوة زكريا أنهم طعنوا وفعلا كل هذه الأحداث منشوفها تمت على الصليب في نبوة دانيال بيتكلم بالتفصيل من ولادة يسوع لمجيء يسوع المسيح ثانية 34 نبوة تمت في يوم واحد في إشعياء 53 مكتوب طبعا إصحاح كامل كأنك أنت تقف أمام أحداث الصلب لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا من الله ومضروبا مصحوق من أجل معاصينا وبيستمر تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا كل واحد ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا أليس عجبا أنه اكتشفت البخطوطات وأهم مخطوطة مخطوطة إشعياء لتؤكد أن نفس الكلام اللي منقرأه اليوم هو نفس الكلام اللي اكتشف 200 سنة أو مكتوب 200 سنة قبل الميلاد وهذه النبوات سواء داود بيتنبأ ألف سنة قبل الأحداث إشعياء 700 سنة قبل الأحداث هذه النبوات بتدل أنه فعلا الله هو سيد الأحداث وأنه المسيح فعلا جاء ومات على الصليب وقام من الأموات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر